مجلس التنمية الاقتصادية وفد المجلس الى مومباي وبنجلور وشيناء بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية مع الهند واجتذاب الاستثمارات المباشرة الى البحرين للمساهمة في خلق الوظائف وقد اعربت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عن ترحيبها بالاستثمارات الجديدة في بيئة الاعمال للاستثمارات بالبحرين مؤكدة عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية الهند ومملكة البحرين والتي يعود تاريخها الى خمسة الاف عام منذ حضارتين دلمون ووادي السند مضيفة ان مثل هذا الاستثمار التراكمي يعكس قوة وتنافسية القيمة التي تمثلها البحرين الى جانب سمعتها كمركز اقليمي الرئيسي لشركات الصناعة والتكنولوجيا المتخصصة والرائدة بدوره اعرب السيد جوراف ساروغي العضو المنتدب لشركة كيميكو عن ترحيبه بتوسعة وتطوير اعمال وامكانيات الشركة الانتاجية في مملكة البحرين حيث توفر بيئة الاعمال فرصا لا مثيل لها للنمو وبيئة داعمة للمستثمرين مشيدا بما توفره المملكة من اجراءات مبسطة وسهولة ممارسة الاعمال والالتزام بالعمل نحو اقتصاد خال من الكربون لتمهيد الطريق نحو مستقبل اكثر استدامة